زالت التدخم البارد الحكومة النمساوية ترفع الشرائح الضربية بنسبة أربعة بالمئة من العام المقبل وإذا كان هم بيقرروا أن يوزعوا الإرادات الإضافية دي على المواطنين واتهام من المعارضة أنهما بيقول دي رشوة انتخابية هل أنت مع أم ضد؟ هي رشوة انتخابية فعلا؟ والله فينا هو كما قال سيد كارل نيهامر في خبر آخر قمنا اليوم بإنفوغرات بنشره قال أن هذه ليست رشوة انتخابية وأن الموضوع كان موجود ضمن مقررات ضمن برنامج الحكومة بين الخضر والحزب الشعب وبالتالي حق مكتسب وهذا التخفيف التقدم البارد لأن مع زيادة التضخم سيد زمدوح ترتفع أسعار معينة على حساب الراتب الذي ياخده الموظف فبالتالي يفقد الراتب ويقوم الموظف بدفع مبالغ إضافية من دون أن يشعر من خلال غلاء الأسعار وهذا التضخم فصار هنا عملية خلينا نقول بدعمل تقليل للقوة الشرائية للنقود نفسها بالإنجليز يقول له تناغم فيما بعض والبعض فكلما ارتفع التضخم بتلاقي هذا الموضوع التقدم البارد يعني فيه توازن بهالحالة الضريبية لكل شخص بيقدم الأقرار الضريبي بآخر العام وبيرجع له مبالغ فهذه العملية بيرجع له بيصير مبالغ أكثر بنسبة 4% طبعا فيه لعدة شرائح نحن قمنا بنشرها سابقا على النمسا ميديا وبالتالي هذا الشيء الشريحة الأولى 13 ألف كانت 11 نعم بالضبط فزادوا هنا الشرائح الشريحة التالية كانت 21 بالضبط فبالتالي فبالتالي هذا الشيء الشريحة التالية كانت 32 بعد 35 هذا الشيء جيد تذكر سابقا عندما قلنا أنه يجب على الحكومة أن تخاطب جيوب الناخبين حتى تستطيع وهذا ما يقوم به السيد كارول نيهامر شكرا